إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنُّ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا يعني فيهم إن القرآن ده كله جعل عشان شنو الناس تآمن بي الله وما تشرك به الليلة الموضوع ده جماعة في المساجد بيقى منبوز مسجدكم ده الله يتقبل لكن كثير من المساجد بنا مش واحد في غرياء ولا يجبني اسم ذول ذاته والله يجاري من بعيد ذول كبير في السن ويادو شايل يادو مكسور جامس اكنانا من هنا من دقنيدي شوفتا دقالي راصيب المنبر قال لي يا السفيه قال لي تتتكلم في الناس وكذا 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 بعدين الناس قاموا عليه وقلت لهم خلوه خلوه أصله مرات يا جماعة ذول عيان برفوس الدكتور مرات برضو يتحمل وميشاكل أنا ما دكتور لكن هو شنو نزال الله يشفي يعني المرض ذاته مانواع فالزول لا في النهاية زعلان لي شنو ولك خلوه الناس الناس خلون الناس ما بيسألون هسي زول ماشي بالشارع ساي بيسألوه ما بيسألوه لكن زول بيقول للناس ادعلكوا بغير الله في الشدايد نادوا غير الله ألجأوا لي غير الله دمام ودي الناس لنار جهنم وما جايب له يعني هو لا جايب خبره ولو ما عارف ولا الناس جايبين خبر ده لازم تتبين لأن القرآن ده كله جاعش يعني عالج مشاكل الناس ما في بهيمة من البهائمة جماعة وقعت في الشرك كذا أقول التاريخ ده كله لابتلقى بهيمة وقعت في الشرك ولابتلقى خروف نادى غير الله ولابتلقى كلف طاف بغير بيت الله ولا بيش وإنما أولا جميعا من المخلوقات يسبحون الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا في سورة في سورة الإسراء قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا أي شيء يسبح الله سبحانه وتعالى حتى البهاين لكن الخلل كل جف البشر أشكذ الرسل ما جوا من الجن ما في رسول واحد في الجن وإنما هم نذر يسمعون الأنبياء ويبلغون قومه الرسل كله أو الأنبياء كله جوا في البشر وألا نزل سورة كاملة يسمى سورة النساء بشر ونزل سورة كاملة سورة مريم بشر ونزل سورة كاملة يسمى سورة محمد بشر ونزل صورة هذه لسمى صورة الناس معناها في مشاكل في شنو وصورة الناس دي ذاته قال لك في الصورة دي ذاته قال لك في ناس تقول أعوذ بالله من نون في صورة الناس دي ذاته مش قال قول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناص الذي يوسوس في صدور الناس شنوه البوسوس من الجنة براون البوسوس الجن ولا في ناس ذاته بوسوسه ده لك من الجنة والناس وده اخطر من بتاع الجن ان بتاع الجن بتقول بسم الله تاني وابتلين فيو لكن ده بتقول بسم الله بيجعلك زيادة ده خطر ذاته مرة واحد والله الذي لا الى غيره في النهادار يوصلك لشنو تنادف الشدايد زول يا جماعة مخلوق ما خالق زول ضعيف لما مات مات عديل رقدو في عنقريب وجردو من ثيابه وغسلو ثلاثة جرادل جرد الموية وكافور وجرد السدر وغسلوه ما قادر يتحرك ولا يحرك اصبع وجابوه كفنوه خدتو له ثلاثة قطع زي الملاية كفنوه ورفعو في بيرش وعنقريب وودو للمغابر زول ما قادر يتحرك وجوه المغابر حفروا له مطمورة وودا لحد دخل جوه القبر لو زول بيمروتو بيقعد في تراب جوه تراب شبر أنا السيدين مراوح شغالة والناس بتعرك جوه شبر يقعد فيو وبعد دا ردمو تراب فوق خدتو له اللبن وطين وتراب الزول ما عناه دفنوه مرقوا بره وقبل يتفنوه صلوا عليه صلاة الجنازة اربعة تكبيرات الله اكبر سورة الفاتحة الله اكبر صلى الله يبراهيمية الله اكبر دعو ليو وتاني كبروا الله اكبر وسلموا معناه الميت دا محتاج للدعاء صاح ولا ما صاح انت بتدعو ليو بعد دفنوه يمشو الدفنوه ذاته عربية ذارة انقلب انه دوه اندفنوه يعني دفنوه حي الزول ده ولا شو وكان بلحق انت دفنتوا ليشو بقى يمشو هناك العربية ذارة انقلب يا فلان الحقنا وهمات قال الله تعالى ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم شو القرآن دا واضح كيف ولو سمعوا قال لك ما بيسمع لكن قال لك ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير والمجتمع دا الان الموضوع دا رفضوا جما وده فيه نجات شفت التوحيد دا والله فيه نجات وده نقطة انا بس بركز عليها واختم الكلام انت قال لو زول قرأ القرآن دا ما بيعرف انه الهلاك اللي احنا فيه دا والله يسبب الشرك شفت الحجبات والمحايات وبخرات ويفلانا الحقنا ويفلانا فزعنا وشوف لنا الرايحة دا يهج جاب لنا المشاكل والصفوف والتعب دا بنزيل راقد وغالي ما غالي غالي وقاعد ما لبقى غالي زراعة فيه والناس جيعانة هاي ناسي لو ما في زراعة الناس جيعانة كان كلام منطقي صح لكن زراعة فيه وفيه جوع هاي سيعانة الفواكه دي بتقعد في السوق لما انتخسر ذاته والناس ما قادر تاكلها في شنو ذاته الحاصج عربات راقدة لما انزحمة في اللسطوب لما نجاها ذاته يفوتوا اللسطوب وبوها صلاة ما فيه معنا جماعة في حاجة مياها والله يا اخ نحن في شرق النيل موية مرات تقطع قطع تربعة يوم والبحر جنبنا هذا بحر زاد لما نسوه فيضان زاته كالسر بيوت وبهجن بعض شانين معناه الشغل ده ما ده ما بحسابة البشر ما منطقي الشغل معناه في حاجة مياها المياها دي شنو دي الله ذكره لك في القرآن شوفي سورة الكهف زول الله اداه بستانين جنتين وبساتين ما عادية ما شغل بتاعه منقى ولا اهناي اعناب والسور بتاعه ما سلك نخيل وبين البستانين في نهر نهر عديل وماشي وبعد ده الزول لما وقع في الشرك فقد اي شي الله سبحانه وتعالى قال واضرب لهم مثلا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت اكلها ولم تظلم منه شيئا لم تظلم منه شيئا يعني لم تنقص منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا دي ما بتنتهي ده الاغترار بالنعمة وعدم شكر المنعم سبحانه وتعالى وما اظن الساعة قائمة ما في قيامة ولا بتقوم ذاتا لكن لو قامت وقال لي ما بتقوم لكن لو قامت وليردت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبة قال لي صاحبه ده كد تنفلس انا عارفك وانا زول عندي بساتين الله راضي عني عشان كده داني البساتين دي وما في قيامة وكان زاتا في قيامة القيامة بعدين بالدينة احسن لانه في الدنيا الداني بساتين معناه هناك بيجيهني مرة واحد شو اظن لمجرم كيف والله وبعد كلامه ده كله صاحبه دهك يتكلم معاه قال له صاحبه وهو يحاوره ذكروا بالبداية ما اظن كان ذكروا ببدايته بيرخي شوية كان رافع نخرته قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا بعدين وجهه قال له ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي شوف حسن الظنب الله تعالى ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا تنتهيه او يصبح ماءها غورا يعني يغتس في الوطأ فلن تستطيع له طلباتان ابتقدر تمركم وحصل وحيط بثمره شوف المنظر ده عجيب كيف فاصبح يقلب كفيه مجزول لما نفقي اتحاجة جالك مخزنه اتحرق بتقطق يديه وصفك يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني ده الموضوع كله اجمع الوداء للهلاك ده شنو ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ده اللي بيجيب الهلاك النعم ده بتزول يهو الشرك بلدنا ده الان يا اخي شغل ذاته عجيب تفضل نسى الله العافية والله يا جماعة الناس ده بتصلي الحمد الله في المساجد وبتصوم وبتذكر الله لكن شوف البلاوي الشغالة برا تلفزيون تلفزيون السودان جايبين فيه واحد قال انا جدي الكباشي الله الدو كن فيكون في تلفزيون السودان الله قال انما امره الله سبحانه وتعالى اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اسي السنة دي السنة دي الف واربعمية اتنين واربعين هجرية السنة دي ذاته قبل اسبوع في المولد هنا في ساحة المولد جابوا واحد اسمه الخنجر صلاح الدين بدل الخنجر ده عديل في الخيمة قال لهم الشيوخ بده المطر واحد وقال لهم ده موضوع خلوه ده اصلا الشيوخ ده ما بده المطر ده اصلا معروفة ده يعني مأكد المعلومة ده اصلا معروفة بده المطر ده معروفة والله قال فرايتم الماء الذي تشربون انتم انزلتموه من المزني ام نحن المنزلون شو الكلام ده واضح كيف قال لهم دي خلوه ان نجيب لكم كبير عديل وذاته عارف الشغال عارف فتاك داك عشان كذي هدن شوها قال لهم قال لهم الشيوخ بحي الموت عديل وان امر اتنين قال لهم كباشي بدي الولا والله اذا في اليوتيوب عليك الله خش بعضين ده اذا اكد من معلومتي خش في النت اكتب الخنجر ويحياء الموت والكباشي بيجيبوها لك كذي صورة وصوت قال بحي الموت عديل انا احنا وجهنا لهم اسئلة بسيطة بس قلنا لشيوخك ماتوا ولا ما ماتوا ماتوا طالما ماتوا هذي صورة وصوت شغال الله يجزيخ خير هذي فيه موبايل اخونا ده والله الذي له الى غير شوفتا كيف دي كتيرة نساء الله العافية دي كتيرة الله يجزيخ خير دي كتيرة جدا ما تدعجب منه انا ماذا رشتد على الناس الكلام لاكين في النهاية جماعة زول قلنا لهم ناس اقديل الماتوا ديتهم بتحبهم صاح ولا ما صاح بتحبهم اذا في زول بحي الموتة بس ادينا بيان بالعمل احيي لينا شيوخك الماتوا دي بس براحك والله تحد الناس يااخ في سورة الروم قال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون وسورة ياسين الله سبحانه وتعالى قال فيها الم يروا نزل ما شافوا بعينه ولا سمعوا الم يروا كما اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعهم ما فيما يدبر جاعتاني جماعة الا يوم القيام هذا موضوع عجيب وقال بد جن عديل زول بد جن عديل ياخي دي عقيدة والله ابو جهل له سمع يمكن يقول استغفر الله ذاته والله الذي لا الى غيره لان ابو جهل الله قال عنه عن امثاله قال وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ كُفَّار قُرَيْش لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونْ تاني مالوم فَكَيْفَ يُؤْفَكُونْ وَيُكَذِّبُونْ وَلِذَلِكَ أَجَمَاعَةَ مَا أَفْزُولُ بِالْدِجَنَةِ وَلَا أَفْزُولُ بِالْدِجَنَةِ ده زول دكتور وبدرس تفسير في جامعة مدرماء الإسلامية بدرس كل تطيب مادة التفسير في جامعة مدرماء الإسلامية إذا هذا الدكتور الجاهء باقي الناس يعني عنهم إلا من رحم الله تعالى الشاكية حجبات بيبيعوها في السوق عديل عينك يا تاجر هجاب بتاع سكين هجاب بتاع مطوى وده شئ من علق تميمة فقد أشرك بيبيعوا الكمون تلقى الشباب يا أخم تلقى كمون في رقبته الواحد ده شنو يقول لك ده من العين لقال فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين نساوين امشا يا قبل أيام أنا مشيتم ضوّم بان عندنا زوال عياني هناك اسمه صديق مشيت جيت بالمسيط ده جينا بالعربية بالمسيط بعد السوق شمال السوق في المسيط نساوين مهاركات من جهة القبة نساوين مهاركات من جهة القبة المرض قيف جنب القبر قدام الله تلقى الزول بتحكحك قدام الله في الصلاة تلقى هو أشيو أقف كده ده قدام الله قدام القبر تلقى مدنقر أبو يا الشيخ وجيتك كم مرة جيتك كم مرة وده عنده كم مرة وده عنده حاجة جوة والله يا جماعة وذا عندك مرة زاته وذا فكر فيه بمرقه قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافل وذا غافل ما فاضلك انت بتنادي في ميته ما فاضلك انت بتقول ليه الشيخة الحقنيه وجوا بيسألوا فيه ماسكنه زاته في ملايكة انت تقال جوا فاضية ساي صندوق ساي جوا فيه من ربك ملايكة عديل تقالوا عساكر ساي ملايكة عديل من ربك ظلم واسئلة وخوف شغل صعب جدا حديث في سنن حديث في سنن من ماجا حسن الألباني أو صحعه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه أي منظر اتشفته أو شاف النبي عليه الصلاة والسلام غير النار قال لك أي القبر ده أخطر منه مهما تتخيل أخطر منه جوا بيسألوه من ربك وذا الدرويش بره بيقول له يفلان ألحقني هذا هو في الأجوبة جوا بتاعته موضوع طويل جدا يا جما ده غير مش يفلير رايحة وسو إليه وكذا وكلام طويل فالناس يا جماعة توحد الله سبحانه وتعالى وتلجأ لي الله وترجع لي الله والله ده درب الرحمة وده درب النجاء وأختم قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيح مسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار نساء الله يوفق الجميع لما يحب ويرضى ويأخذ من واصينا جميعا إلى البر والتقوة